قام مدير مركز اللغات بجامعة حضر موت الدكتور سالم بن ناشئ بزيارة إلى كلية الشرطة بحضر موت حيث كان في ذقباله مدير الكلية العميد روكن دكتور صالح التميمي وخلال الزيارة تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مركز اللغات بالجامعة وكلية الشرطة لتطوير العلاقات الأكاديمية بينهما حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل التقافي بين مركز اللغات وكلية الشرطة كما تم التطرق إلى إقامة برامج أكاديمية متخصصة لمنتسبي كلية الشرطة بحضر موت تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية تهدف إلى تطوير مهاراتهم تهدف إلى تطوير مهاراتهم الـشيصان تهدف إلى تطوير مهاراتهم تقبيaydانا